زي ما قلت لحضراتكم قبل كده انه عندي اجراء اول اللي هو كان فيه اجراءات احترازية كبيرة جدا لعدم وجود عدم وقوع اصابات طبنا الناس من الصين وعملنا عزل وفي النجيلة وفي فندق المشير وفي المطارات وفي المواني ووالى اخره وبعدين لما بدأت الحالات فانت بتزود عملية الحصار للفيروس المرحلة التالتة لا قدر الله المسألة وصلت الى الوباء فانت عندك سيناريو العزل تعزل البلد عن العالم ثم تعزل الاماكن اللي موجودة فيه كلمنا طبعا في المؤتمر اكد على مسألة الميت مليار جنيه وغلق جميع المراكز التعليمية وهنا احنا محتاجين الاستجابة جماعة محتاجين الاستجابة لانه رئيس الوزراء قال برضو ايه قال ان الاجازة مش للخروج واهتموا بالنظافة والصحة العام كمان حصل تعليق للنشاط الانشطة الرياضية في المراكز والاندية لمدة اسبوعين كويس؟ يعني هنا مفيش دوري الناس بشكل واضح مفيش النشاط الرياضي دوري يوقف خلاص؟ كل الاجراءات دي كل الاجراءات دي اللي بتتعمل بتتعمل على ارضية انك في مواجهة مع عدو شارس جدا ومفروض ان يعني تأخذ كل احتياطاتك وكل اجراءاتك عايز هنا اقول حاجة وهنربطها بعد شوية باللي حصل في اليومين بتوع الاعصار دول بعض الناس تقولك الحكومة عملت وعملت 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 اشكرها يا اخي وبعض الناس يقولك انه الشعب ظهر بيه مظهر مشرف شكروا الشعب يا اخي انا عايز اقول انه لا شكر للحكومة ولا شكر للشعب بمعنى ايه؟ بمعنى يا جماعة ان احنا لما بنواجه خطر في البلد دي فده دي قضية وجودية يعني لو لو ما وقفناش هذه الوقفة هذه الوقفة نلام لكن احنا شغالين احنا شغالين الناس تقدر اه تقدر الحكومة بتشتغل واحنا بنشتغل هنا الناس عملت الاجراءات وعملت الاجراءات لانه انا بعتبر انه الادارة المصرية الان والحكومة الان يعني بتتعامل بامانة شديدة جدا مع البلد كلها بحيث انك تعدي عندك مشاكل كتير فانك تعدي الحكومة دي عارفة ان فيه مشاكل كتير اه معترفة بيها اه معترفة بامكانياتها انه هي دي امكانياتنا بس احنا بنبذل اقصى جهد اه ولذلك مثلا يقولك ايدك معانا الناس تبقى ايدها معانا مناسبة ده ايه انه اذا كانوا هم خدوا اجراءات بتعليق الدراسة ووقف النشاط الرياضي انت هنا بقى لازم لازم تعمل دورك هو وقف المدارس عطل الدراسة ما توديش انت الوادي الدروس او تودي البنت الدروس الناس هنا تقدر تقدر خلال الاسبوعين دول يثبتوا يثبتوا وانا هنا بطالب بقى انه الاختبار الحقيقي لرقي وتحضر هذا البلد في الاسبوعين دول انه هننجح في هذا الاختبار ولا لا لا لانه خلي بالك ما انا مش هقولك انت نجحت دون انت تعرض الاختبار اهنا الوقتي متعرضين لهذا الاختبار من بين الاختبار ده وده كلام مهم جدا